استعمالات الذكية وعجيبة الترموز القهوة سوف يفيدكم ويفر لكم الكثير من ماشي القهوة الحليب وإنما عنده بستفدل استعمالات خليكم معي تكشفوها وأفكار أخرى مدهشة في الفيديو هذا المستشوفين وانلا نبدأه على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشيديا الكرام مرحبا لكم في هذه الحصة جديدة فيديو جديد كنتم نستفدو منه لا تنسونيش من لايك والبارتاج وكنتمنى لكم فرجة ممصعة سوف نبدأ على بركة الله بأول فكرة وأول حيلة كمشو معي ديجة تقص معاكم تنضيف دياله وتنضيف ديال الغيطة وكيفاش بقي خليكم معايا بقين عدة حيال في آخر فيديو أول استعمال في هاد البرد هذا بالأخص وهو الماء الساخن يعني ضروري كان فاش كان طيبو الماء روخة كان طيبو الماء في الغلي يعني بسرعة كي برد ما كيبقاش وحلموه وده هو سخون معلكم إلا بغيتوه يبقى معاكم سخون لعدة استعمالات ديروه في الترموس كمشو معي يعني بالنسبة لهاد الاستعمالات اللي بتنوعه وغير متوقعة خليكم معي للآخر كمشو معي يعني اول فكرة انا كنحساف دوب الماء الساخن في هاد البرد هذا الاي استعمال بغيتوه بالنسبة مثلا هكا الى كنتو بغين تزيدو هكا في الطيب ديالكم او لف الحساء او للحريرة او لأي حاجة او لحداكم شي تنجرة بهاد الشكل هاد كتخليو هدي ما قريب حداكم كي ما كتشفو معايا يعني فيما بيتو الطيبو الماء للطاجين كي ما كتلكم لأي حساء لأي حاجة اللي كتطيبو فيها كي كل ما غليان حتاكم وكتحتجش كل مرة لانكم الطيب والماء والطيف والاكل ديالكم ومريقة ديالكم اي حاجة كنتبدأ فعلا هاد السيما الاول يفيدكم خليكم معي بقين اعيدة استعمالات اللي ما غليش توقعها بنسبة الثاني استعمال وهو مثلا فاش كنسلقو البيض هكا في هذه البردات اللي يعني دخل هيكي يبرد وبالاخاص وخيكو ما مكملش الطيب لان البيض ما كي بيش طيب بززاف ما خسكوش خلي واحد المدة اكتر معشا دقيق صافي غير كالطيبو حشوية وكتكملوا له الطيب في الترموس منها تيبقى س ساخن يعني هدي فكرة عاملية ورائعة بالاخاص اللي كتو سلقين هكرة الترموس را ممكن تزلكم حتى خمسة البيضات يلا كانوا صغير ورات حتى الستة ولك الماكتير را ممكن تزلكم حتى عشرة حتى اللي عمرتوها تديرو يكون هكا البيضرة مسلوق نص سلقة وكيكمل سلق دياله في الترموس بشكل رائع وتيبقى سخونة الحين فاش بو تحطوه بلا ما تحتاجوا كل مرة تشعلوا علي البوطة لانه بسرعة كي يبرد كنتمنى فعلا هالفكرة تفيدكم بالنسبة لها الطريقة دي سهلة وعملية ستتحطوه بمع القادية اللي عود وكتجبدوه كذلك بكل سهولة هدي كتتنفع في رمضان كتتنفع في الايام ديال السيام فاش كيكون الناس يصوم وهد البرد هدي يعني بالسرعة الحاجة كتبرد هالطريقة هدي كذلك ليشو معي ديال البيض ممكن نطبقوها كذلك على البطاطا السياني حتى البطاطا المسلوقة كما كتعرفو يعني كتبرد بسرعة وكتسق سح منسبة البطاطا اللي كتم ترين انكم تسلقوها وما غاديش تسلكوها في الحين ما عليكم الا انها فشت طيب ليكم مشى دقعة تهرام بؤored نهي ستكون تكملات الطيب ديل ها غير باش تبقى محافظة كذلك ما تهراش لكم بزدا فاش تحتاجو بها فالترموس اللي لكم حتى ال отдель السيامال اللي ها راك تبقىнитه ورطبغ PERN и نڈرجه معكم انا جهازا استمالات اخرى الترموس كمشكر مصو rumor بانو يشتvatه معكم بالصور anys كتبقاءة وترتو察 Filmen وها وكتسفي بيحثة كون وراحتكم وكذلك ممكن هذه الطريقة تطبقوها حتى الى الهباط يعني كم الناس كري كتبقوا السيدات مش تجيبوا ليداسها من دراسة او لكتكون مشغولة او لخارجة وكتبقوا تحضر هالويداسها تجي تلقاها موجودة ما كتكملش لها الطياب يعني انفو كتتلق نصف القام مهم غير شوية كتديرها في التيرموس اذا وكتكمل الطياب ديالها وفي نص الوقت كتبقى ارتباء وكتبقى يعني كتدير معها وحد شوية وكتاب تتغسلها الى البناثرة ما كتبقى فيها شي حاجة بنسبة لستعمال اخر وهو بالاخص السيدات الكبارات المهمة ديالنا اللي يخلي الكل واحد الوالدين ديالو انكم في هذا البرد هنا الناس اللي ما عندهم مش صخان ديال الدون الناس اللي ما عندهم مش شوفوا هكا ولا الغلاي ولا مهم تتعقص السيدة معلكم الى توجدوه بالنسبة له دو و بالنسبة صارت بالاخص صارت ديال الفجر يعني ره رائع وغير فيدكم بزاف اي وقت من الوقات ديال اليوم يعني تبقى فيه ديما مسخون ستيدة ما كتعقش بالاخص لما انهمش فين يسخنوا هكا الماء داروا رخصوا مستعملوا البوطاق مسبل استعمال اخر وهو القطاني يعني خاطير خليكم معي الغزالة باقي انسيمالات لما نشتقلوها فعلا وحتى الريب رانا كنحضروا فيه خليكم معي للاخير وباقي تطريقة كيف تشهدوا منه الروائح الغير مرفع القطاني ساهم اكرتبوهم فيه راناديجة حترسوا معكم بالطبيق لا بنسبة للحمص ولا اللوبيا يعني فعلا كيبقى ذاك المسخون وكتسدوا عليه وكتدفوا ليهم شوية دليل عدمة ديلة طمر باش بالصورة هاداك الحمص مثلا ارتاب معاكم الى كتونسيتو مرتبتوش في الليل كباش شمعي في الصور انا ديجا ارتبتو معاكم فح الفيديو يعني بط طبيق ناجحة للفكرة ورائعة الى ما دفتوش يعني العدم ديلة طمر كتدفوا واحد شوية دي الخميرة دي الحلويات بنيسبة كذلك اللوز يعني اللا داعي باش تديروا فوق البوطة هكا والسيدة تقدر تنساها ولا يتحرق لها ولا ما تشوفوش ولا يدوزلي هيني طيب بزاف ما عليكم الا انكم تديروا الماء طيب وتدعو في اللوز للكم ركيت تفسخوا بحط طريقة خطيرة وصرع كيرتاب كي مشو معي في الصور يعني فعلا الترموس راح نشغل حيب القهوة ولكن راح تنفعكم بزاف وبالاخص فاد البرد هادا كي مشو معي يعني السيمة الاخر فش كسبوك السيدة انا ترتب لالبرقوق اولا مش ماش بالاخص نش ماش لي انهو بسرعة كي يرتاب ديروا لي هالطريقة هادي وكذلك حتى السباكيسي علش الله السيدة تكمل لي هالطيف الترموس الى كان عندها شي ضرف اللي قاس حكا ولا خارجة ولا ما كيناش ولا مهم راح طريقة عملية فكرة اخرى حسب نسبة العدس باش متحيتش لي القشرة ديالو باش انهو يتنفخ معاكم ويجي واحد العدس لي غزال كترطبوه كذلك في الماء يكون سخون كي لي كيرطبوه في الماء برد ولا كينجربوه حتى الطريقة ديال المسخونة رائعة كي ساعة ولي جسوة ولا كيبقى يعني كيرطب بشكل رائع وكيزغسله وطيبه بسحتكم وراحتكم كيبقى محافظ على الشكل ديالو وبالنسبة الاستعمال اخر ما انا ادرسوه معاكم بالتطبيق وهو استعمال خطير ديال الرايب او الياغورس كي مش تشوفو معايا ناجح ايه مثل ديرو ميران او سكران يعني كيجي غزال ممكن تنخدوه فيها او تديرو فكوس وممكن انكم تقدموه في الزليف بسحتكم وراحتكم يعني راح كيجي رائع وكهنكم القوة الاواني وقوة الكيسان وكتقدموه في الزليف او لا كتخدموه في كوس بسحور راحة وكيما الشو معايا بنسبة لبد المسلقرة ممكن تذيك بتاتا صغيرة سيس ما قلتاش لكم بتاتا صغيرة ايلا بتو تسلقوها بخشورها اللي انا بسرعة كتقسح لكم تهية الا كانت صغيرة وقد دخول لكم في ترموس ايه غديروها في المغلية انا ستبقى لكم مرتبة الكتوب يتدرون معقودة ولكتوب بغيين تديروها في اي وصفة وخفتوها انا ستقسح لكم ما عليكم الا تديروها الطريقة هدي فعلا الترموس راح خطيرة وحتى بالنسبة الهربرده اللي كان بوزه ويرطابه هو ممكن ترتبوه فيه اي حاجة بويتو ترتبوها غتستعنو بالترموس لانا فعلا كتحتفظ الحرارة وفي اوكات تهنكم يعني من قوة الاواني وعود تسخنو حيات تسخنين يعني غتوفر لكم الكثير غالي اندوزوا الباقي الافكار اللي كذلك مسعلقة بالترموس وهي كيفاش ان انا نتخلصو من روائح العين مروفقة بالنسبة للترموس دي القهوة ممكن انكم تستعنو بعوية دي القرفات تديروها تبقى في الاسفل وكتديروها العوية فاق منو هاداك الوراق يعني كيشرب لكم اي من اللي بقى فيه ما كيستطيش وبنسبة الابرق كذلك دي الحليب كتديرو فيه ساشيد الباني كيسبقى رائحة جميلة وبنسبة الى حلقيتو الترموس دي لكم محليتوهش واحد المودة ولقيتو فيها رائحة غير مرغوب فيها كتنطفوها بكاربوناتسوديوم والخل وممكن كذلك انكم تل احتفاد بها انكم تديرو واحد المعنقى دي بكاربوناتسوديوم ما كتخليش دوك الرواحة كاية تتكونوا ولا ما تتخليها لا تتضيق ولا تتكون فيها شي حاجة وبنسبة كذلك الى الترموس دي لكم القيتوه في الكاركير في القاع ديالو ممكن تنطفوه غير بالخل راه كيتنطف بشكل رائعي ودائما يعني يخليوهش مزيان ودير فيه واحد بابي باش يشرب اي نقطة بقديه البلل والغيطاء ما تخليوهش مزيير او لا ما تضغطوش اليه بقاعد دائما الهواء يدخل ليش مديرش لكم الرائحة هناك يكون الفيديو ديالنسالة كنتمنى هذه الحصة تكون خفيفة ريفاء لقلبكم تكونوا سيفتولو بالقليل وهالترموسة تيفيدوكم بإذن الله ونشكركم بزفزفة للمتابعة ما تنسونيش من لايك والبرتاج والتعليق ديالكم محفزة وللمزيد من الحيال والأفكار ووصفات ناجحة مرحبا بكم في القناة تشاركوا فعلوا الجرس بش دائما توصلوا بكل جديد وإلى حصة قادمة بإذن الله مع السلامة مرحبا بكم